لماذا لم يكن الواحد محمديا؟ لماذا لم تكن محمديا؟ إيه اللي منعك أنك تكون محمدي؟ يعني يا مولانا كن محمدي كن محمديا في أخلاقه تأسى بأخلاق سيدنا رسول الله ربنا جعل الأسوة والقدوة هكذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فإذا طبق الإنسان هذا الخلق وهذه الأخلاق المحمدية وتأسى بسيدنا رسول الله واقتدى بسيدنا رسول الله وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أنموجا واضحا في أقواله وأفعاله صار الإنسان على هذا المنهك وبالتالي يدخل في المعية الربانية المطلقة التي قال الله فيها محمد رسول الله والذين معه هذه المعية مطلقة إلى يوم القيامة ليست مقيدة وإنما مطلقة معه في كل زمان ومكان في كل حان وآن شريطة ذلك أن يتبع الإنسان هذا المنهج المحمدي وهذا المنهج الربني ولذلك سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا البعد الإنساني ويعرف أن هذا الدين الذي أوجده الله سبحانه وتعالى لا إقره فيه ولكن حبيبنا نبه ولكن أوغل فيه برفق لن يشاد دين أحد إلا غلبه إن دين الله يسر ولذلك ربنا جعل هذه القضية واضحة في القرآن الكريم اللي هو التعايش السلمي بين الناس إزاي مولانا موجودة إزاي أولا جعل الإسلام حرية الاعتقاد للإنسان أن يعتقد كيفما يشاء والحسابه عند رب العالمين